أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأطحى المبارك وخلال تدوينة له على حسابه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته بأن يعيد الله تعالى العيد المبارك على مصر والمنطقة العربية بأكملها بالخير واليمن والبركات وجه رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الأطحى المبارك وفي بيان لها ذكرت سفارة الهند بالقاهرة أن رئيس الوزراء الهندي أعرب في رسالة عن امتنانه للترحيب الحار والضيافة من الجانب المصري خلال زيارته الأولى الرسمية لمصر التي اختتمت مؤخرا ووصف مودي زيارته لمصر بأنها لا تنسى معبرا عن سعادته بتوقيع شراكة استراتيجية بين البلدين خلال زيارته يوصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق حيث قاموا برمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرات الصغرى فالوسطى ثم الجمرات الكبرى بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرات العقبة من جانبها أعلنت وزارة الداخلية السعودية اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشعر المقدسة بنجاح حيث اكتملت عودة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرات العقبة بأمن وأمان وطمأنينة عربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانة مصر لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكولم في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأطحى المبارك ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدسته ويؤجب من مشاعر الكراهية بين الشعوب وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن مصر تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجراء مزراء الأديان مؤخرا في بعض الدول الأوروبية مؤكدة رفضها التام لكل الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة لبحث تطورات الأوضاع على خلفية تجدد أعمال عنف اندلعت إثر مقتل شاب برصاص الشرطة وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في وقت سابق توقيف 150 شخصا على خلفية أعمال العنف نشيرا إلى أنه تم إحراق أو مهاجمة بلديات ومدارس ومراكز الشرطة أعلنت سلطات مقاطعة لبوريجيا أن الدفاعات الروسية تصدت لهجوم ساروخي شنته قوات كييف على مدينة مليتوبول جنوبي وسط أوكرانيا وفي بيان لها قالت سلطات زبوريجيا أن القوات الأوكرانية حاولت قصف مليتوبول وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الصواريخ المعادية دون وقوع إصابات